حدث في المغرب وكل العزاء لأشقاءنا في المغرب وكل التضامن ومشاعرنا وقلوبنا معاهم إن إن شاء الله بإذن الله يتجاوزوا الأزمة اللي حصلت والهزة الأرضية العنيفة اللي حصلت يعني إن شاء الله بإذن الله يتجاوزوها وهم قادرين وكل مشاعر الحب والموادة وكل الدعوات بالسلامة لكل مواطن مغربي وأعتقد واسمه كان فيه بيام من مدينة الأكيد النادي الأهلي يعني كالعادة مع الأشقاء في المغرب بيعبر عن وقوفه وتضامنه مع الشعب المغربي الشقيق تقدم مجلس دارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء وجماهير الأهلي بخالص التعازي وصادق المواساة لأشقاءنا بالمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة أمس دعينا المولى عز وجل طبعا إن هو يرحم الضحايا أو يدخل الضحايا واسع رحمته وطبعا يدخلهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان كل التعازي وكل المواساة لإخواتنا وأشقاءنا في المغرب يعني الحقيقة إذا كنا بنتحدث عن كرة القدم فإحنا بنتحدث عن كرة أشقاء لما بنتكلم مع الأستاذ وليد الفراج بنتكلم على سبيل طبعا الدعابة والروح الرياضية والحقيقة هو بيتميز بيها وكذلك أشقاءنا في المغرب إن شاء الله يعني نعبر هذا الحادث الأليم وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ بلاد المسلمين والوطن العربي جميعا يا رب العالمين ربنا يعني إن شاء الله بإذن الله المغرب تتجاوز هذه الكبوة ودايما المشاعر المتضامنة بين العرب تظل من سماتهم اللي موجودة تاريخيا مهما حصل ومهما يعني مرة السنين بيفضل دي من السمات الرئيسية للعرب وأكيد إن شاء الله بإذن الله كامل الدعوات للأشقاء في المغرب لتجاوز هذه الأزمة